أستاذ إبراهيم بمناسبة ما ذكر الآن في العملية الممنهجة للهجوم على الأمانة تقتد يعني حالول حاجة ومش عقب عليها على المدير الفني من ضمن الحاجات كان فيه برامج انتقدت أنه المدير الفني راح اتكلم مع العيب من فريق بترجيت جاءني مكالمة اليوم من الكابتن جمال حمزة وقال يا كابتن عدلي أنا بكلمك لأنني أنا لم أقصد أن يفهم أنني أهاجم المدير الفني وأن محدش يقدر يقيم حد ولا يهاجمه قبل ما يشتغل بالفعل ولكن أنا كنت بوضح أن دي ثقافة ومش موجودة عندنا أن المدير الفني يروح يشكر لعيب ربما ربما يساق فهمها أو تساق في اتجاه أن اللاعب يحصل له نوع من يعني الغرور أو يؤثر على قمته التسويقية قلت له يا كابتن جمال الكلام اللي داية الناس أنك عندما ذكر هذا الأمر الناس لم تربط بما قاله فريرا وهو يشيد ب إيبوكة لعب إنبي وتوجيه الإشادة إليه بشكل واضح كما نقلته أيضا يعني وسائل الإعلام ولكن تحبيني أنقل الكلام بتاعك دا قال لي أنقله لأنه أنا مش عايزة أتحطل في كفة مع الناس التي تسيء للآهلي عمال على بطال أنا بحاول أن أنا أكون موضوعي واقعي وأنا ما أصدتش إطلاقا أنه أنا أخد موقف ولا أسيء للنادي الأهلي هذا كلام أقول ولا أعقب عليه